نادي الأهلي نادي الأهلي ما يبقاش فيه أي جمل تكتكية ما يبقاش فيه أي تاكتك أي تدريبات خاصة بيه الكرة لحي مغادرة الإعلام بالكامل يعني نقدر نقول إن الكل خرج بما فيه قناة الآلي والمركز الإعلامي حفاظا طبعا على سرية التدريب لأن النهاردة التدريب عقب الفترة البدنية مباشرة ندخل الميستر لين بايلر في تأسيمة مصغارة إذن هو يحفظ فيها اللعيبة طبعا التاكتك الخاص بمباراة الغد المهام الدفاعية المهام الهجومية أمور عديدة جدا يمكن ويف مع بعض اللعيبة ويف مع محمد مجدي أفشا ويف مع محمد هاني ويف مع الشناوي طبعا أكيد بيحاول أنه يحفظ اللعيبة بشكل كبير جدا في نهاية المران ضربات الجزاء ورقلات الترجيح طبعا في كل المران نقدر نقول مجرد وصلنا إلى الإمارات أول تدريب كان فيه رقلات الترجيح انتهى المران وتوجه النادي الآلي إلى فندو الإقامة ممكن نقدر نقول فندو الإقامة خمس أو عشر دقيق قريب جدا من الأستاذ محمد بن زايد الأمور الحمد لله مجرد وصلنا إلى الإقامة دخل على طول اللعيبة إلى الغرف العشاء خلاص يعني نقدر نقول أن الساعة الآن دخل على الساعة 12 هنا بتوقيط الإمارات عندك طبعا أكيد كابتن اسلام الساعة أقل بيه ساعتين لكن هم قدر أقول لك الحمد لله حتى هذه اللحظة الأمور ماشية بشكل مطمئن التنظيم كل الأمور دي تطمننا ممكن أستاذ خالد درندالي كمان رئيس البعثة تطمن بشكل كبير جدا على الجماهير التذاكر كل الأمور دي الحمد لله ماشية بشكل مطمئن قصنا بقى دعواتها كابتن اسلام ودعوات كل جمهور النادي الآلي وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله يكون مع النادي الآلي ومع مستر ريني فيلا في اختيار التشكيل الأمثل اللي إن شاء الله بإذن الله نعود من الإمارات بيقى السوبر رقم 12 في دولار بطولات النادي الآلي أنا معاك يا كابتن اسلام لو فيها استفسارات أنا حسألك الحقيقة وخد سؤالي كده وفهمه كويس لأنه الحقيقة النهاردة ساعتين 3 اللي فاتوا دول كان فيهم كلام كتير جدا الإزاز اللي بتكسر وراك ده من أثر الخناء اللي ما بين رمضان صبح وكهرباء ولا إيه اللي حصل والله يا كابتن اسلام يعني أنا قريبت الخبر فعلا وكت يعني فعلا حاجة حاجة غريبة جدا إزازم كسر وراك كريم كتير أولا وإمكان والله فعلا أنا كابتن اسلام يعني وبين إن الواضح إزازم كسر كتير وكانت مشاجرة كبيرة جدا لكن بأكد لك كابتن اسلام نادي الآلي ما فوش الكلام ده وإنت يعني أحد دجوم فريق النادي الآلي وعارف يا كابتن اسلام مباراة بحجمه مباراة السوبر عمرها ما يبقى فيها شارك في التدريب بشكل كبير جدا لكن زي ما قلنا قال خلاص حسم الموضوع وقال يمكن في المؤتمر الصحفي إن رمضان صبحي مش هيكون متواجد الله أعلم الله أعلم كريم لسه بقول لك ما حدش يعرف طبعا المفاجأة اللي ممكن يكون محضرة يا مستر رنيفايلر كطبعا كلها حسابات فنية سواء مع كارتيرون أو مع مستر رنيفايلر لكن بقول لك النهار ده الحالة اللي احنا شفناها مع رمضان صبحي فيه قال التدريب إن هو يشارك في الشوتينج وفي الكورسات وفي السبرينتات الحاجات دي بتطمننا في شكل كبير جدا إن رمضان جاهز لكن أكيد بتكون رؤية فنية للجهاز الفني في الدفع برمضان على دكتة البودلاء في المباراة لكن بأكد لك كده كابتن إسلام حاجات دي متحصلش في نادي الآلي ولم يحدث هذا الأمر نهاي يعني ممكن يحصل بره نادي الآلي لكن في نادي الآلي ما فيش الكلام ده كابتن إسلام يعني أنت النهار ده ما حصلش قدام خنايا كده ما مسكوش في بعض ما قطعوش الأمصان لبعض يعني يا كريم لازم تقول لنا برضو ما حنا لازم برضو إيه والله يا كابتن إسلام لو حصل حاجة كنت أكيد أنا أول واحد أخش يعني أحوش بينهم طبعا يعني رمضان حبيبي وكهراء وحبيبي طبعا بس يا ما فيش الكلام ده كابتن إسلام متأكد يا كريم متأكد بأكد لك كابتن إسلام ما فيش الأمور دي نهائي خالص يا معسكر فريق النادي الآلي يعني اللعبة النادي الآلي عندها هدف واحد يا كابتن إسلام السوبر نعود بيا إن شاء الله من الإمارات هو ده الشغل الشاغل سواء الجماهير لمجلس الإدارة للعبة النادي الآلي لكل للكل يا كابتن إسلام هو هدف واحد لم해ش أي أمور تاني إن شاء الله تعكر صفه فريق النادي الآلي وغدا إن شاء الله بإذن الله كابتن إسلام ثقاتنا كبيرة في اللعيبة في الغيبور في الريني فيل في الجهاز الفني بالكامل إن إحنا نرجع منصورين إن شاء الله كابتن إسلام اليوم بكرة حيبقى إزاي كريم يعني خلينا بقى نتكلم شوية جد يعني لأن طبعا الخمس دهائق اللي فاتوا دول كان كلهم هزار يعني خلينا نتكلم شوية جد اليوم بكرة حيبقى إزاي النهاردة اللاعبين حيناموا إمتى ولا بالفعل ابتدأوا يناموا ولا بكرة اليوم حيبقى ماشي إزاي بالنسبة للعبين يعني هبدأ معك من النهاية كده كابتن إسلام زي ما بقولك مجرد وصلنا إلى فندق الإقامة مجرد انتهاء التدريب لعيبة النادي الآلي على طول على وجبة العشاء ومباشرة على الغرف يعني زي ما بقولك يعني الساعة دلوقتي خلاص ساعة 12 يعني مش قادر بص في الساعة لكن الساعة 12 أمعتقد داخل فيه 12 فيه توقيت الإمارات لعيبة النادي الآلي نقدر أقول لم الساعة 10 يعني أو 9 ونص كمان كانوا متواجدين مباشرة في الغرف غدا هيكون اليوم بدايته طبعا الاعتيادية طبعا والأمور اللي اعتيادية بالنسبة للفطار عشرة صباحا اللي غدا هيكون واحدة واحدة ونص ظهرا لعيبة النادي الآلي مع كابتن سامير عدلي والكابتن سايد عبد الحفيز وايضا كابتن مهر عبد العزيز في الاجتماع الأمني اتفع طبعا الفريقين يكون الوصول قبل المباراة بساعة ونصف البكرة يكون زحمة كابتن إسلام ودي نقطة مهمة جدا عايزة أأكد عليها بكرة يكون زحمة طبعا في الإمارات ففي ترتيبات بالنسبة للطرق ان يكون الوقت ما يكونش كبير من فندق الإقامة لملعب المباراة فأكيد زي ما أبكد لك هتكون محاضرة فنية أخيرة في فندق الإقامة خمس دقائية مستر نيني فيلر الفترة اللي فاتة تكابتن إسلام على طول كانت التشكيل بيكون صباحا وأكيد بيكون المحاضرة خمس دقائية بيعلم فيها الحاجات البسيطة جدا بالنسبة لتشكيل فريقا للنادي الآلي أو أي أمور حابب يضيفها لكن بقولك إن شاء الله بإذن الله عقب انتهاء المحاضرة هنكون إن شاء الله في الإستاذ قبل المباراة بأكثر من ساعة ونصف إن شاء الله في وجود جمهور النادي الآلي اللي إن شاء الله هيزين إستاذ محمد بن زايد وإذن الله كابتن إسلام يكون الناصر الفريق النادي الآلي ونعود إن شاء الله منصورين كده كابتن إسلام يا رب أنا مشكرك شكرا جزيلا زميلنا كده